اشتركوا في القناة 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 وهي فرصة متاحة ودائما لما قلت انه انت صانع النجوم فهذا شهادة افتخر فيها منكم من جميع من قالها ودائما من الاشياء اللي احبها في الاعلام تواجد الناس الجدد اللي ما يعرفون هم الناس وعندهم مواهب احيانا احيانا احضر بعض الفعاليات واجد ناس مغمورين اصواتهم جميلة في المسرح ممثلين مبدعين وان جيت في مجالس ومناسبات ارى بعض الناس وبعض الشباب ريالتي في مناسبة لما تشوف هذا يزينة لو كان معنا مثلا في برنامج واقعي فيكون في نظرة فلما نستقطب مثال هؤلاء فهم يشاركون ويمتعون المشاهدين ويمتعون كل من يتابع الشاشة حتى يقدموا الرسالة سامية طيبة وما يكون احد معنا مختار الا بعناية طبعا ومسؤول عنه قبل كل شيء نحاول نسأل عنه امنية نسأل عن اخلاقها نسأل عن تعاملات نسأل عن اشياء كثيرة حتى يكون يمثلنا خير التمثيل فهذا اللي نحن نرى الاعلام الآن هو سلاح ذو حدين هو جميل لمن استغلل استغلال حسن وسيء لمن استغلل استغلال السيء وانتم تشوفون الايام اللي راحت كان في بعض الهاشتاقات لبعض المشاهير اللي نسميهم سموا انفسهم اعلامين وهم ليسوا باعلامين يعني ظهروا في السوشال ميديا وكل واحد يقول انا اعلامي وانا مشهور بتفهات معينة حتى انه كثرة المتابعين بتفاهة معينة ثم خالف العداد والتقاليد والانظمة حتى ان الناس وصلوهم الترند لغباءهم ولتوجههم السيء اللي ما يرضي الله اولا ولا يرضي تربيتنا ولا عداتنا ولا تقاليدنا ولا وطننا ولا حكومتنا عشان كده يعني بفضل الله يعني الحكومة والجهات المختصة كل من يلعب بذيل على قولتهم ما يروح بعيد فهي رسالة لكل من كان عندها منصة في السوشال ميديا او عبر الشاشة الفضائية يا اما تقدم شيء بيض وجهك امام الله ثم امام تربية والديك لك يعني انت لما تقدم شيء زين اعرف ان امك وابوك بيدعونك يفتخرون فيك وانقدم شيء شيء اعرف انك ابوك وامك في المجالس والروحات والجيات امتقطئ الروس ومنزلينها بسبب ولدهم ده اللي جاب لهم الفشيلة فما اجمل اعلام ان يكون انسان استخدمه استخدام حسن اول في قديم الزمان في الجاهلية ومن بعدها كان الشعر هو يعتبر وسيلة اعلامية قوية فحسن وحسن وقبيحه قبيح فكان وسيلة اعلامية كبيرة لاجل هذا كان الشعراء يعني يجلسون في صدور المجالس ويعطون قدرهم يعطون مكانتهم لانها وسيلة اعلامية كان الشاعر يصلح فيما ذيت البين ويصلح بين قبائل بقصائت فكانت وسيلة اعلامية مؤثرة الان سار الشعر جزء من الاعلام فالمنشد عنده موهبته وهي رسالة سامية الشاعر عنده موهبته رسالة سامية الانسان موثل عنده موهبته ورسالة سامية والرسائل السامية لما اتكلم عنها ما اتكلم مثلا عن ان الانسان لازم يقول قال الله وقال رسوله وان كان هذا هو الاصل لكن ما اجمع انك تقدم رسالة سامية جميلة مفيدة للوطن مفيدة للمجتمع مفيدة حتى لك انت تفرح فيها وتنبسط فيها باسلوبك بعفوية تكتر العفوية احيانا لما الانسان طلح قدام الناس تبين تربية اهله له والعفوية هي بحذاتها احيانا لما اقول جماعة سووا كذا ممكن الناس ما تسمعني لكن لما انا سوي الناس تقددي بفعلي اكثر من قولي فما اجمل ان انا استخدم من اعلام استخدام طيب واختم بكلمة افرح كثير خصوصا لما استلمت الادارة والاشتراف برامج وقناة الواقع افرح كثير لما اسمع يعني امهات يرسلون لي في السناب واباء وناس كثير يقابلوني يقولون نبيض الله وجيهكم على الاعمال اللي انت جاستين تقدمونها والله انكم سعدتونا وفرحتونا وابسطتونا وملأتوا علينا وقتنا بالشي المفيد الزينا لنضحك ونبكي معكم ونستخدم ومسابقاتكم اذا جاءت الاسئلة حلينها معكم واذا جاءوا يضحكون ويتطارحون نضحك وننبسط فالترفيه معكم وملأتوا علينا وقتنا بالمفيد فهذا سعادة كبيرة بالنسبة لي صراحة وهي من الأشياء اللي ممكن هي اللي خلت ناصر يبقى في الإعلام لأنه لو رحت مول لو رحت تماكن عامة أواجه ناس يقولون واصل وعتقد كلكم النجوم أنتم شاركتوا في برامج واقع وتسمعون كلام من الناس زي كذا فتتحمس كثير ويأتي باور عالي حتى أنك تقدم أكثر وكلما ترى الإنسان يأتي فتور على فكرة يعني يأتي فتور يعني يأتي لحظة من اللحظات أنا بنفس يأتي لحظة من اللحظات أمن لأقول يا أخي وين ما فيني حيل خمول خمول ما أريد أن أطلع شهر حوالي حوالي خلاص مليت لأنه تعب ورهاق ومواجهة جمهور ورد على الناس وإلى آخر لكن لما تأتي رسالة يعني على سبيل المثال الفترة اللي راحت لما مقرشت على الشاشة أمام المشاهدين جت رسائل من الناس وين أكفا قد ينكلت ترجع تكفى أم أم أقسم بالله العظيم مع أنه كان استجمام واستجمع قوة لحتى أعود لما الناس عطوني بور عالي رجعت وأنا متحمس رجعت وأنا أبغى أقدم وأعطي حتى نسعد الجمهور من خلال الأشياء اللي حنا نقدم هذا شيء يعني طوفت على كثير لكننا نسعب يعني إعلامي ولا مشرف